أنا أتمنى أن يكون هناك توافق ولتكن أرض مغاربية ولتكن أرض مغربية ولتكن خلونا من تقتلوش على أراضي سحراوية وأهلها يعانوا من هذه الخصومات أيضاً خلونا تبنى أنظمة شعبية في هذه البلدان تعنا وشعوبنا تتحرر بحق خاصة عندنا في الجزائر ثم تحل هذه الإشكالات لأن تكون هناك عقول واسعة مبدعة فاهمة وتكون هناك الأخوة وتكون هناك اللي تبني وما تهدمش أما أن يخرج سفيه مغربي ويقول حق تقرير المصير للشعب القبائلي طيب يخرج لك سفيه جزائري ويقول لك حق تقرير المصير للشعب الريف وكانت كاينة موجودة فكرة الجمهورية في أيام عبد الكريم الخطابي أيضاً اللي قاتل من الجمهورية الريف قاتل الاستعمار الإسباني والفرنسي واجه أكثر من مليون ما بين الإسبان والفرنسيين ولولا أنهم بدأوا يضربوا بالكيمياوي كان منتصراً وهو زعيم مغاربي وليس مغربي فقط يجي سفيه جزائري ويقول لك نحن ثاني نطالبوا باستقلال الريف أو استقلال المنطقة الفلانية أو الفلانية أو الفلانية خاصة المغرب كان محكوم بالاستعمار الفرنسي والاستعمار الإسباني ومنطقة ومناطق أخرى مناطق مفتوحة كانت تنجة إلى آخر مناطق دولية سيطرة دولية إلى آخر وما زالت أراضي مغربية عزيزة علينا سبتة ومليلة تحت الاستعمار الإسباني في الوقت اللي كان يجب هذا البلدين والشعبين يتعاونوا باش يحروا سبتة ومليلة لأنها أراضي مغربية ومغاربية نزيد وندخلوا في هذه الخصومات وندخلوا في هذه الانحراف من هنا أدعو القائمين على نظام الحكم في المغرب أن يراجعوا هذا الموقف وأن يستدعوا هذا السفير وأن يعلنوا أن هذا موقف لا يمثلهم لأنكم باختصار بسيط رحين تقدموا يعني رحين تخرجوا نظام العصابة من الكومة رحين تخرجوا نظام العصابة اللي رح يغرق في كل اتجاهات من الكومة وأكد لكم أن الليلة يضربوا الفوتكا والويسكي والشامبان وربما بعضهم ينوذ يرقص طبعا يضربوا يضربوا هذه الغبرات طول الوقت لأن مرة أخرى النظام المغربي يعطي فرصة للعصابة باش تعاود جمع روحها وبالنسبة للجزائريين ما يقبلوش هو أن المغرب الجزائريون قاتلوا ماتوا وقاتل معهم غاربة وتوانسة باش تتحرر الجزائر اللي كانت جزء من فرنسا وكم نعتز كم نعتز بآلاف شهداء المغاربة وتوانسة وغيرهم اللي جاءوا من أماكن أخرى حتى من الغزلافيا ومن سوريا ومن العراق ومن مصر ومن حتى من روسيا وبعض الفرنسيين حتى اللي وقفوا مع الشعب الجزائري وقاتلوا معاها نعتز فما بالك بإخواننا المغاربة وتوانسة بشكل أساسي لكن إذا كان إشكالات ماهيش بها الطريقة راكم عطيتوا السيروم لجسد إجرامي كان على بواب أن يترنح ويسقط وتدوسوا أقدام الجزائريين راكم قدمت فرصة استثنائية للعصابة هذه ربما منيبلاسيون كبيرة أسرة لكم لأن العصابة ذوش كانت تحوس ولذلك أنا أدعو القائمين السلطة المغربية القائمة نظام الحكم القائم أن يسحب هذا الكلام ثم يتعامل مع سفيره كما يريد أو سفيه لأن هذه فرصة خطيرة ومرة أخرى الآن في 63 لما كان هناك تحرك الحسن الثاني في اتجاه الحدود الجزائرية خرج بورقي خرج بن بلا وقال حقرونا كانت هناك معركة قائمة بين الجزائريين ما بين من يريد دولة مدنية وما بين من يريد سيطرة العسكر جاء الحسن الثاني أعطاه فرصة للعسكر وابقاه مسيطرين في الـ 94 ولعلي قلتها من قبل لقيت مرة لقيت الحارس الخاص تاعة السافير يقول لي السافير يحتاجك رامو قبيل يتحوس عليك كنت أنا وصلت على تسعة ونص أو السباح هو السافير يصل مع السبعة عن السباح ينضبك فرحت خير نعم سي محمد اسمها محمد سعيدي يضحك ضحكة كبيرة وطلب من السكريتير قال هجبين نقهاو يحط لنقهاو يجلسنا قلت له فرحنا سي محمد دعني نشوف باللي رك فرحان قال لي الحسن الثاني دار خطع عمره وش دار كانت ما زال ما جاتش الأخبار بالتفاصيل على مواقع في في مراكش في فندق أسني قال لي راه فرض الفيزا على الجزائريين وعلى من أصول جزائرية حتى لكان فرنساوي لكن أصله جزائري لكي يدخل المغرب لازم تكون يكون فيزا وراه القيامة قائمة في المغرب وسببين الجزائر اللي هي اللي قامت بالعملية وجزائريين هم اللي قاموا بالعملية أنا قلت بصح هذا سيء يعني العلاقات قال لي لا لا وش سيء يا رجل الجماعة متاعنا يقصد الجنرالات طبعا يومها كان نزار وكان قال لي هذا وش كانوا يستنعوا يحبوا يغلقوا الحدود المغربية مع الجزائر لكن ما جاتوا مش فرصة جاتوا معيب خاصة افتحاد مغاربي وبناء اتحاد مغاربي لآخر قال لي درك يغلقوا الحدود بعدها بيوم صدر قرار يغلقوا الحدود كان يعرف ما يحدث هذا ما كانش سفير عادي محمد سعيدي رحمه الله هذا كان رئيس ديوان علي كافي لخلف بوظياف بعد اغتياله من خمسة جويليا إلى أول فبراير خمسة جويليا 92 إلى أول فبراير 94 بعد أن تولى زروال الحكم يومها باسم رئيس الدولة إذن قال لي هذه غلطة عمرو الحسن الثاني وكنا نستنولوا فيها والجماعة كانوا يستنولوا فيها فأنا مرة أخرى من هنا حتى لا أطيل أكثر ولعلي أرجع إلى هذا الموضوع أقول القائمين على السلطة في المغرب اسحبوا هذا التصريح ولا تكرروه ولا تعيدوه لأنها سيؤدي إلى مزيد من التفتيت والتشتيت وأقل شيء سترد عليكم العصابة بدعم حركات انفصالية داخل المغرب ذاته وبدل مكان المغرب يجمع فيما يسميه الأقالم الجنوبية يصبح يبحث عن تجميع الأقالم الشمالية وكذلك الجزائر لا المغاربة ولا الجزائريين لا الأحرار يريدون تفتيت المنطقة ولا تفتيت البلدين ولا هو فقط هذا سيجلب الاستعمار والغزة لأنه عندما تظهر حركة فيصالية أخرى وتكبر وتتكاثر يولي واحد مدعوم فرنسي واحد روسيا واحد صينيا واحد أمريكيا وإلى آخره فأنا أدعو من هنا الحكومة المغربية أن تتراجع عن هذا الخطاب وأن ترفضوا وأن تقول من أنه كان خطأ لأن هذا سيدخل البلاد البلدين وربما سيعطي فرصة للجنرالات لكي يخوضوا حرب ويفجروا حرب ما بين الشعبين وما بين البلدين ترجمة نانسي قنع